كلنا طبعا عينينا على الدور الإنجليزي والدور الإنجليزي حاليا بيشهد منافسة قوية جدا بين مانشستر سيتي وليفر بول وانتعدك لحد مباراة القمة مباراة القمة في ملعب الاتحاد الفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي في الصدارة الأمور واضحة زي حتى ما الميديا كل الإنجليزية كلها بتتكلمه جوارديولا نفسه بتتكلم في تصراحات لي قال لك أنا واثق أن ليفر بول هيفوز بكل مباراةه الجاي والحقيقة ليفر بول بقاله عشر مباراة متتالية في الدور الإنجليزي بيكسب وده اللي خلاه يلحق بمانشستر سيتي بعدما كان مانشستر سيتي فارق 13 نقطة كان ليفر بول عنده مطشين مؤجلين بس تعرف المطشين المؤجلين في إنجلترا مهما كنت فريق قمة مش ضمان لك أن أنت تكسب وتاخد الست نقاط حتى لو كسبت كان فيه فارق يبقى سبع بونت كان يبقى سبع بونت ومع ذلك عوض طبعا سيتي وقع في كم مباراة وعوض ليفر بول الفارق الحقيقة وماشي بشكل رائع جدا لكن العين على الصراع التكتيكي بين جورديولا ويورجين كلوب لأن الاتنين ليهم مع بعض كده صوالات وجولات زي ما بنقول أولا فيه إحصائية كده عملتها يعني المواقع الإنجليزية موقع ذا أتلاتيك عن عدد النقاط اللي خدها كل مدرب من ساعة بداية موسم 2018-2019 كل واحد منهم من التاني يعني آه من التاني أكد يورجين كلوب واللي كسب يورجين كلوب فارق بنقطة واحدة بس استخيل تلتمية تمانية وتلاتين نقطة في الثلاثة أو أربعة من 18-19 ده جورديولا الفارق نقطة واحدة بس ويورجين كلوب خد تلتمية سبعة وتلاتين ده مش المجات المباشرة بقى ده النقاط بشكل عام ده في الدوري ده في الدوري لا لا في الدوري كل المطشاط اللي اتلعبت في الدوري انت عارف طبعا هما بيحسموا هناك الدوري بمئة نقطة أو حاجات كده أول موسم كانوا الاتنين واجهوا بعض فيه كان جورديولا حسم فارق نقطة بعد كده اللي هو موسم 19-20 حسموا يورجين كلوب طبعا والموسم اللي فات حسموا بيب جورديولا وطبعا فاكر انت الإصابات وتخول ليفربول في الآخر فيه اللي فاربول خسر سابع من أسنو بقى كان موسم كاريسي الحقيقة بكلش فيه خط الدفاع أصلا لا طبعا كل الفريق تصاب يعني تخيل ان ليفربول السنة اللي فاتت لعف ما يزيد عن حاجة وعشرين تشكيلة مختلفة في خط الدفاع دي طبعا المواجهات المباشرة بالاتنين شوف قد ايه المساواة وقد ايه المنافسة كل واحد لاعب التاني 14 مباراة او 22 مباراة 22 مباراة كلوب فاس 8 وارديولا فاس 8 وتعادله في 6 فطبعا يعني منافسة كبيرة جدا بالاتنين تخيل كمان ان اكتر مدرب فاز على كلوب وهو جوارديولا فاز عليه 8 مرات طبعا ده في كل مواجهاتهم سواء في الدوري الالماني لما كان كلوب مدرب لبايرني ميونيك ولا في الدوري الانجليزي لما طبعا الاتنين اشتغلوا في الدوري الانجليزي بعد جوارديولا او في نفس الترتيب في لكس مجاد طبعا واحد من المدربين التاريخين في الدوري الالماني اما كان يورجين كلوب مدرب لماينز ومدرب لبروسيا دورتوموند بعد كده توماس شاف 7 فوز على كلوب ورارف رانجليك المدير الفني الحالي المانشستر يونايتد فاز عليه 5 مرات وديتر هاكنج 5 مرات نروح للجدول اللي بعده نشوف مين أكتر مدرب فاز على جوارديولا هتلاقيه هو يورجن كلوب برضه ب8 مرات وبعديه طبعا جوزي مورينيو 7 وموريسيو بوتيتينو 4 ثم باقي قائمة المدربين وبالتالي الاتنين فيه بينهم صراع فردي وصراع جماعي وصراع على الألقاب آخر 4 سنين 3 دور لمنشستر سيتي ودور لليفربول الصراع قوي والمباراة الحقيقة بس في دور أبطال أوروبا يورجن كلوب متقنط في دور أبطال أوروبا فعلا لم ينجح جواردولا في الفوز بيها سواء مع بارني ميونيخ أو مع منشستر سيتي لكن يورجن كلوب خدها مع برشلونة خدها وخد سوداسية كمان طبعا كان موسم تاريخي لكن يورجن كلوب تغلب عليه وطبعا نتذكر أن في موسم 2017 2018 بمناسبة دور الأبطال كان الاتنين يتواجهوا مع بعض كانت دور قبل النهائي على ما تذكر وفاز يورجن كلوب 5 واحد بمجموع المطشي وصعد لليفربول ساعتها يواجه ريال مدريد في المباراة النهائية طبعا في النهاء الشهير بتاع صابة محمد صلاح وفاز ريال مدريد بالبطولة 2018 لكن قدر بعد كده يورجن كلوب في 2019 أنا فاكر 17-18 ده كسب ومنشست الرائح جاي آه كسب ومنشست الرائح آه بالزبط المجموع 5 واحد فعلا وبعد كده خسر ريال مدريد فاز ريال مدريد على يورجن لليفربول في المباراة النهائية وفيه طبعا الموسم اللي بعدين اللي تصاب فيه صلاح طبعا من كرة مشتركة مع راموس ثم طبعا الفوز بلقب 2019 كان اللقب السادس في تاريخ لليفربول طب واتتوقعاتك ايه في المطشي خلينا نشوف الاول ايه المطشيات اللي بقية علشان برضو الناس تكون عايشة معنا الحدث طبعا منشستر سيتي اللي سهلو ليفربول وولفر هامتون برايتون واتفورد ليدز نيو كاسل وستام أستنفيل تبدو يعني مجموعة مباراة اسهل قليلا من مباراة ليفربول اللي عنده مين بقى طبعا منسيتي أستنفيل منشستر يونيتد إيفرتون اللي بيصرع على الهبوط وده طبعا ديربي مدينة ليفربول نيو كاسل توتنهام مباراة صعبة ساوس هامتون وولفر هامتون وبالتالي تبدو يعني ترتيب مباراة أو سجل لمباراة ليفربول أقوى وعلى فكرة هم بينهم الاثنين مباراة في سيمي فاينال كاسل الاتحاد الإنجليزي كمان في شهر إبريل فالمنافسات القوية بالاثنين شديدة لكن أنا أتوقع أن ليفربول بإذن الله مع المستوى التصعدي ده ممكن جدا إنه يكسب أتمنى بس لازم أختلف معاك أنا كنت أقول أتوقع ليفربول بس بعدما أنت قلت ليفربول أنا أقول لما أنشستر سيتي هنسجل كل ده سجل سجل خد راحتك سجل بس أخد بالك فتا راجعه في عدال الشكل الهجومي ليفربول شوية بس خلي بالك بس أعرف يعمل لعيبة بصراحة هو من مميزات يورجين كلوب كم وعينه حلوة جدا يعني اختار دي جوجوتها السنة اللي فاتت شفت دي جوجوتها وتقلقه ودياز لويس دياز السنة دي يجيبه من بورته فجأة كده يكتشف لنا حالة في الكورة متميزة ده الدرجة أن كل التوقعات بعد دول بأن ساد يوماني هيمشي نحية الشمال بقى تشفاءة لا وهو بقى عند ليفربول اختيار أصله يا إما صلاح ولو أبقى على ساد يوماني هيبقى عنده مشكلة في الرواتب ساد يوماني هيبقى راتبه عالي وساد يوماني هيطالب برفع راتبه هو كمان فيقولك لا وساد يوماني برضو قاعد ينتزي يا صلاح سنة جاي لا لسه له سنة كمان أعتقد بعد كده هيجد التعقده بس مؤكد هيطالب برفع القيمة الراتب يعني زي صلاح اشتركوا في القناة